أدت الحديدة إلى حدوث خلاف بين أبو ظبي وواشنطن حول تحرير مدينة الحديدة وميناها ويبدو أن جهود الإمارات في إقناع واشنطن بدعمها للسيطرة على المدينة باءت حتى الآن بالفشل فالولايات المتحدة الأمريكية أبدت اعتراضها من توجه الإمارات نحو القيام بعمليات هجوم على مدينة الحديدة ووفق وكالة رويترز فإن مسؤولين أمريكيين حذروا الإمارات من التفكير بشن هجوم على المدينة حدوث كارثة إنسانية يبدو أنه السبب الظاهري الذي جعل واشنطن تبدي عدم اقتناعها بالرؤية الإماراتية وبحسب تصريحات أمريكية لرويترز فإن تخوفات من موت عشرات الآلاف من سكان المدينة البالغ عددهم ستمائة ألف نسمة هو ما دفع الإدارة الأمريكية لتحذير الإمارات لكن محللين يرون أن الرفض الأمريكي يحمل أبعادا سياسية خصوصا وأن واشنطن ترى أن المسار السياسي لا يزال أولوية يجب إعطاء المبعوث الأممي فرصة للتقدم فيه ويعزز من ذلك نقل رويترز أحاديث عن متحدث باسم البيت الأبيض تؤكد أن واشنطن لا تستطيع دعم المعارك التي توسع من نطاق الصراع في اليمن الرفض الأمريكي الحالي للطلب الإماراتي بدعم جوي للعمليات في الحديدة لا يمكن فهمه إلا بكونه وفق محللين لا يتفق والسياسة الأمريكية المتبعة في اليمن والتي تحصر النشاط العسكري الأمريكي في نطاق محاربة القاعدة وفيما يبدو فإن مدينة الحديدة ستشهد حصارا طويلا إلى أن يحسم قرار الحرب أو الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر